موسيقى أسعد اللهم أساكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد الجديد من برنامج خديط الجزائر البرنامج الذي يصل للضوء على أبرز مستجدات الساحتين الأقليمية والدولية فمع اجتداد المعارض لفخان يونس يتزايد الضغط الداخلي والدولي على حكومة بنيمين نيتنياهو بين أجل وقف دائم لإطلاق النار والإفراجي عن الأسرى والعودة إلى مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين في سياق متصل أيضا قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قال أن الرفضة الواضحة والمتكررة لحل الدولتين على أعلى مستويات حكومة بنيمين نيتنياهو غير مقبول بحين شدت للجزائر من مجلس الأمن على ضرورة الرد وبكل صرامة على الأصوات الصهيونية التي تجاهر برفض حل الدولتين كحل عادل ونهائي لنزاغ في الشرق الأوسط ويشاركنا النقاش الليلة في حديث الجزائر كل من البروفيسور سليمان ولد خصال أستاذ القانون أهلا بكم بروفيسور مرحبا أهلا بك تحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين أهلا ويلتحق بنا أيضا الأستاذ هيثم أبو الغزلان أمير سر الغلاقات لحركة الجهاد الإسلامي أهلا بكم أستاذ مرحبا أهلا وسهلا بكم أهلا ابقى معنا أستاذ هيثم أبو الغزلان أبدأ معك مباشرة بروفيسور سليمان ولد خصال كما أشرت في مقدمة البرنامج للليلة الأمينة العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قال من غير المقبول اليوم أن ترفض حكومة بن يمين نتنياهو الخيار الأنسب والأمثل لحل القضية الفلسطينية وهو حل الدولتين لماذا يصر بن يمين نتنياهو غلاء الرفض بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة أعتقد أن رفض رئيس الكائن الصيوني في الحقيقة يدل على أن المعركة ليست لصالحه ويشعر والأدلة تتحدث أنه لم يحقق ما كان يبغي أن يحققه بالنسبة إليه رغم أنه في الظاهر يزعم ويدعي أنه فعل الكثير لكن ما فعله في الحقيقة هو خروج عن الشرعية الدولية بدرج الأولى وضرب الحائط بالنسبة إلى هيئة المتحدة وقوانين هيئة المتحدة وبالتالي يدرك بأنه لم يحقق شيئا وبالتالي فإن حل الدولتين المنسبة إليه هو خطورة هو يخاطب شعبه بين قوسين ويزعم بأنه لم يستطع حتى أن يقاوم مدينة صغيرة إن شئت وهي مدينة غزة فما بالك لو أن الدولتين حلتا وتحولت مثل ما طالبت الجزائر في هذه المرة وفي غير المرتين أن تكون لفلسطين العضوية الكاملة في المتحدة من أجل القيام بحل الدولتين لأن هذا يطلب مجموعة شرط من بينها هذا الشرط الذي تحدثت عنه وبالتالي فإن حل الدولتين معناه قيم دولة كاملة سيادة وهي ند للكاين الصهيوني وهذا في الحقيقة يتنافى إن شئت أو يتعارض مع فلسفة وإديولوجية الكاين الصهيوني الذي يريد الذي يتعامل مع عقلية التوسع وأيضا مع عقلية التعالي عن هذه القوانين وبالتالي فهذا الرئيس يرفض ذلك ربما هذا السبب ثاني يمكن أن نضيف كذلك ربما شيئا آخر بالنسبة إلى الكاين أنه يريد أن يربح شيئا ما من الوقت لأنه في نهاية المطاف دائما الحروب ما طالت فإنها تتحول إلى مفاوضات الآن عندما يدخل إلى مرحة المفاوضات ينبغي أن يدخلها بالنسبة إليه قويا وبالتالي إذا دخل الآن إلى هذه المرحلة بهذا الوضع الضعيف لهذه الإنشئتي ثم يطالب كذلك والجزائر كما تلاحظين تطالب بشدة بهذا المطلب لأنه فرق بين ما قبل غزة وما بعد غزة في المطالب وبالتالي في هذه الحالة هو ليذ ذلك لأنه يعلم بأنه لن يحقق في المفاوضات الكثير وربما ما تحققه القضية الفلسطينية هذا في الحقيقة جعله ضعيفا أكثر من ضعفه الذي يعيشه في هذه الأوينة وفي هذه الأيام طيب أستاذ أبو الغزان في ذات السياق كل من وزير الدفاع البريطاني اعتبر أن تصريحات نيتنياهو الرافضة لأي سيادة فلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب على غزة مخيبة للأمال أما وزير الخارجية الفرنسي فأكد غبر منصة إكس عقب تصريحات بن يمين نيتنياهو أن للفلسطينية الحق في السيادة وإنشاء دولة رئيسة الوزراء الإيطالية أيضا على نفس النهج أشارت إلى أن إيطاليا أكدت دائما على أن الشعب الفلسطيني له الحق في دولة مستقلة وآمنة ولا تتفق مع موقف نيتنياهو الرافضة لحل الدولتين كانت هذه أراء بعض من وزراء الخارجية الأوروبيين نضف إلى ذلك ما خصل بين بايدن ونيتنياهو بخر هذا الأسبوع والمكالمة الهاتفية من يتخدى اليوم بن يمين نيتنياهو؟ من أين ربما يستمد هذا أو هذه القوة والجبروت؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم بكل تأكيد اليوم ما حصل في 27 أول أكتوبر المنصرم كان بداية تحول في مصار حركة المقاومة الفلسطينية تجاه المشروع الصهيوني يعني بكل تأكيد اليوم ثبت بالملموس أن إسرائيل بين قسين هذا الكيان الذي كان يقال لنا ولكل هذه الأمة أنه لا يقهر ثبت بالملموس أنه يقهر وأن هزيمته ليست فقط أمرا ممكنا إنما هو الأمر الحتمي الوحيد بإذن الله تعالى بضعة آلاف من الفلسطينيين المقاومين المجاهدين الأبطال استطاعوا أن يفعلوا كل هذا رغم كل هذا الدمار ورغم حرب الإبادة ورغم الضحايا الذي بلغ عددهم أكثر من 25 ألفا وأكثر من 67 ألف جريح أيضا ورغم هذا التدمير لكل مناحي الحياة في القطاع ولكن لا يزال الشعب الفلسطيني صامدا صابرا ولا تزال المقاومة في أرض الميدان تعطي دروسا لكل هذا العالم أننا صامدون صابرون وقادرون على الاستمرار في هذه المقاومة اليوم نتنياهو يعني ينطلق من قاعدة أنه قد حقق أهدافه واستطاع التي حددها ولكن على أرض الروحة إذا ما استعرضنا هذه الأهداف المتلخصة بالقضاء على حركات المقاومة تيجي وجانب السياسة لا يصرف في هذا الإطار اليوم الميدان يتحدث عملية المغازي الصمود الأسطوري للمقاومة تدفيع الجيش الصهيوني ثمنا ضاهضا في الأرواح وفي المعدات هذا هو الذي يتحدث على أرض الميدان وهذا ما نعول عليه لذلك هذه الطروحات التي يتحدث بها نتنياهو هي الطروحات ليست واقعية وإذا شئنا أن نتحدث حتى عن حل الدولتين الحل الدولتين الإسرائيلي جعل هذا الأمر غير ممكنا بشكل واقعي وإذا شئت أن نفصل في هذا الموضوع فأنا على استعداد نعم سنعود معك لهذه النقطة بعد قليل أرحب اللخظة بالبروفيسور سليمان آراج محل القناة الجزائر الدولية أهلا بكم بروفيسور مرحبا أهلا وسهلا تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام أهلا نتحدث عن الخلاف بين الإدارة الأمريكية اليوم وحكومة بن يمين نتنياهو أصبح ظاهرا للغيان حسب الكثير من التقارير الأعلامية وحتى الاستخباراتية هل تجد اليوم الإدارة الأمريكية فعلا صعوبة في التغامل مع بن يمين نتنياهو بشكل شخصي الذي أصبح يرفض كل طلباتها بداية كما أشرنا بامتناعه عن مناقشة الأفق السياسي لقطاع غزة وهو مطلب أمريكي وأيضا رفض الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة هو في الحقيقة اليوم حكومة نتنياهو ونتنياهو في حد ذاته أصبح عبءا على الولايات المتحدة الأمريكية وذلك انطلاقا من عدة معطيات لأن الحرج الذي تقع فيه اليوم إدارة بايدن وحلفاء أيضا هذه الإدارة في دعمهم للممارسات الصهيونية والجرائم الإبادة التي لاقت رفضا وسخطا دوليا لأن اليوم عندما نرى المظاهرات والرأي العام الدولي الذي تراجع تأييده وأيضا حتى تغيرت مفاهيمه لما كان يطرح حول القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وغير ذلك اليوم كيان الصهيوني خسر الكثير وأصبحت هذه الممارسات وممارسات اليمين المتطرف في حكومة ناتنياهو عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفائها وأعتقد أنه اليوم لما نجد الخطاب في الأمم المتحدة يصف ما يحصل في غزة بأنه جرائم ضد الإنسانية وأنها إبادة وأنه ما يحدث يعني كتعبير من نوع من الرفض لما يحصل في سابقة يعني لأنه صراحة موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بوتيرس حول الملف الفلسطيني هو ربما استثنائي في تاريخي هذه المنظمة ربما نسجل فيه أمينين عامين أو ثلاثة فقط لكانت عندهم مواقف شجاعة وصريحة فيما تعلق بنصرة القضية الفلسطينية وإعلان يعني أنه هناك أخطأ ترتكب ويرتكبها الاحتلال الصهيوني لذلك أنا أرى أنه تطورات ربما المشهد وما حققته المقاومة منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا ربما منذ يومين فقط الضرب الموجع التي تلقاها الجيش الصهيوني دليل على أنه بدأ يفقد أوراقه وأن ما نشاهده اليوم حتى من تصريحات هي تصريحات صادرة عن حالة هستيرية يعيشها نتنياهو وحكومته التي على ما يبدو أيضا أن عمرها السياسي قد بدأ يتراجع وهو ما يفسر اليوم هذا التحول في ربما الموقف الأمريكي إن صح تسميته أو حالة الامتعاض من ما يمارسه وتمارسه حكومة نتنياهو من انتهاكات وتحدي للقانون الدولي لأنه اليوم صراحة الإنسانية في خطر كل العالم أحس بأنه لا معنى لمفهوم الإنسانية أمام ما يحدث في غزة وأن كل المفاهيم التي أنتجتها الهيمنة الأمريكية كلها مفاهيم زائفة قائمة على ازدواجية المعايير قائمة على مفهوم المصلحة بالدرجة الأولى قائمة على مفهوم العائد والتكلفة وهذا الشيء ربما هو الذي جعل هذا الحجد وهذا التعبئة وهذا الاستفاف وراء تأييد ودعم الموقف أو دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة كاملة ذات سيادة وفي حق الغزاويين في أنهم يعيشوا بسلام في أرضهم طيب بروفيسور ولد خسل عطفا على ما قاله الآن البروفيسور سليمان أغراج اليوم الاحتلال حتى داخل مجلس الأمن بدأت تتعالى الأصوات بمحاسبة الاحتلال ووضع حد لغطرسته وجبروته وكل الجرائم الإنسانية التي يقوم بها في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية والقدس وفي الحقيقة هناك تطور مهم جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية طبعا هو مجموعة هذه الضغوطات التي وقعت للكاين الصهونية هي التي جعلت هذا الرأي العام ينطفض على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول كذلك أنا أعتقد شخصيا أن الولايات المتحدة الأمريكية بداية تغييرها لا يعود فقط إلى الجانب العلاقاتي بمعنى أنها وقفت مع إسرائيل ومع الكاين الصهوني وإنما أيضا يعد سبب ذلك إلى أن الكاين الصهوني أصبح عبا على الولايات المتحدة الأمريكية لأن أمريكا خسرت الكثير هذا أمر مهم جدا وطبعا القيام بحرب طويلة المدى وبنفس طويل بهذه الطريقة جعلهم يقولون بأنه يستحيل عليكم أن تستأصلوا شأفة المقاومة بين قوصين وهذا أمر كذلك وقترفت الإدارة الأمريكية بهذا قالت أنه من غير الممكن اليوم وفي هذه المرخلة القضاء على خاركة خمس نعم ولذلك يفكرون الآن في مرحلة توقيف هذه الحرب لكن الكاين الصهوني يرفض ذلك وأصبح يرفض لأنه في وضعية حرجة بين قوصين بمعنى أن النتائج الذي أراد أن يتحصل عليها لم يفلح في ذلك وفشل فشلا ذريعا وخسر الكثير تصوري معي أن التأييدات التي كانت للكاين الصهوني في مدة معينة حتى في العالم الأوروبي الآن هذا التأييد ليس فقط على مستوى الشعوب وإنما على مستوى الدولة على مستوى البرلمانين لأن المسألة مثلما تفضل الدكتور سليمان حقيقة مسألة إنسانية بامتياز يعني أنت الآن كل أن يرى هؤلاء الأطفال الذين يموتون بهذه الطريقة وبذي الوعشية مقابل ماذا يعني من أجل هذه الأراضي يعني أمر حقيقة المستغرد ثم هذا الكيان المدلل إنشئتي من طرف بعضها الدول يفعل ما يشاء كيف ما يشاء ولا يبالي ولذلك تلاحظي أن الدبلوماسية الجزائرية عندما عن طريق وزير الخارج عندما تحدث قال من التحديات التي تواجه السلم العالمي هي فكرة عدم احترام الشرعية الدولية عدم المبالات بالأنظمة المتعلقة بالامتحدة السلام مثل ما قلت في خطر الإنسانية نفسيا تشعر بأن أمنها الدولي السلمها الدولي أصبح في خطر ولذلك لابد من كبعي هذا الطغيان الذي يقوم به الكيان الصهيوني طيب أستاذ أبو الغزلان يرى قد ترى داخل الاحتلال أن نيتلياهو محصور اليوم أمام الخيارين أما الموت السريع ووقف الحرب وذهب لتغييرات سياسية حتمية داخل الكيان الصهيوني تطيح به في ضوء كل التقديرات التي تعتبر هذا الوقت هزيمة أو هذا الوقف هزيمة للكيان الصهيوني وإما الموت البطيء بالاستمرار في الحرب على أمل حدوث موجزة في المستقبل أي الطرح ترشحون يعني إحنا ما يهمنا في على صعيد شعبنا وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وهذه المسألة الأولوية بالنسبة لنا أما بالنسبة إلى مصير نيتنياهو ومصير الكيان الإسرائيلي فهذا على الهامش بالنسبة لنا ولكن بالنسبة إلى التقديرات بهذا الجانب أعتقد اليوم أن استمرار الخلاف واتساع الهوى ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو بالنسبة إلى الأولويات في السياسة التي يجب أن تتبع في اليوم التالي لوقف الحرب على قطاع غزة أعتقد أن نيتنياهو في هذا الإطار قد بدأ يرسم له مصارا قد يبضي إلى حل الكنيسة الإسرائيلي وبالتالي سطوط حكومته وبالتالي أيضا إعادة تشكيل حكومة جديدة وبالتالي تحميل نيتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب وتحميل حكومته وتحميله شخصيا أيضا المسؤولية عما جرى في السابع من تشرين أول أكتوبر المنصر وبالتالي يمكن أن تدخل المنطقة إلى مرحلة جديدة من مفاوضات قد ما بعد وقف العدوان الصهيوني وبهذا يتم تظهر الصورة أن إسرائيل بين قوسين لم تهزم وإنما الذي قاد إسرائيل إلى الهزيمة هو نيتنياهو هذا السيناريو بات يتحدث عنه في الصحافة الإسرائيلية وفي الأوساط الإسرائيلية وبكثرة لذلك اليوم نيتنياهو يسعد إلى المحافظة على حكومته والمحافظة على وضعه السياسي لأنه يدرك جيدا أن ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستكون هناك محاكمات وستكون هناك لجان فحص ولجان تحقيق وبالتالي سيكون استخدامات وربما ينتهي مستقبله السياسي في السجن كما حصل مع إيهود أولمارت سابقا لذلك أعتقد اليوم أن المرحلة بالنسبة إلى نيتنياهو حرجة جدا ولكن أيضا اليوم ما يهمنا على هذا الصعيد هو ما يحصل على أرض الميدان في قطاع غزة بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية وهذا بات أحد المؤشرات التي تحدد طبيعة المرحلة القادمة أن الشعب الفلسطيني هو من يستطيع أن يحكم نفسه وهو من يستطيع أن يختار من يمثله في هذا السياق وأنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يفرض على الفلسطينيين بعد كل ما جرى منذ السابع من تشرين أول وبعد مئة وعشرة من الحرب المتواصلة وهذا الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني أن يأتي أحد من خارج شعبنا الفلسطيني ليفرض علينا من يحكمنا في هذا الإطلاق نعم، بلنا نتحدث عن طبيعة المرحلة والإفلاس السياسي بن يمين نتنياهو وحكومته من خلفه اليوم أليس مجبر نتنياهو على وقف الخرب ووقف إطلاق النار لأنه هو من يخسر على الميدان والمقاومة هي من تخرز انتصارات على الأرض هناك العديد من الانسحابات من جيش الأختياط أيضا يوم أمس أكثر من خمسين مجندة رفضت الالتحاق بالجيش يعني علينا أن ننطلق من مسألة مهمة في هذا السياق أن ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يزال يشكل مظلة أمان ورفض لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني هم يعتقدون أن هذه الحرب هي حرب وجودية تمس بوجودهم وبوجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وبالتالي هم يرون أنه لا بد من هذه الاستمرارية حتى تحقيق الأهداف لذلك اليوم هذا لا يوجد تراجع حتى هذه اللحظة في استمرارية الحرب ولا في المطالبة في وقفها لذلك اليوم بعض التحركات التي باتت تطلق من عوائل الأسرة لدى المقاومة الفلسطينية ولكن حتى هذه اللحظة هي ليست فاعلة والأصوات السياسية التي تصدر سواء من باراك أو أولمارت أو غيرهما ليست ذات تأثير قوي يمكن أن يحسم مسألة القبول بوقف إطلاق النار وبالتالي لا يزال نتنياهو يتمتع حتى هذه اللحظة بقبول وبفكرة أن إسرائيل تواجه حربا وجودية يجب الاستمرار في التدمير والقتل ضد الفلسطينيين اليوم كان هناك تصريح أيضا لافط لما يسمى بوزير التراث اليهودي دعا فيه مجددا إلى محو قطاع غزة عن الوجود وهذا أيضا يشكل أحد أدوات الرافعة لهذه الحكومة الصهيونية باستمرارية جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني وهو يمثل شريحة واسعة من المتدينين الصهاينة الذين لا يزالون يشيرون إلى ضرورة استمرارية هذه الحرب كحرب الجودية ضدهم طيب بروفيسور أهرج هل من السابق لأوانها الحديثة اليوم هم المفاوضات الجديدة بين المقاومة والكيان الصهيوني بوسطات أهربية الله يجد تقييم المفاوضات السابقة حتى ربما يمكن الحديث على مسألة مفاوضات جديدة والسؤال الأهم هل لهذه المفاوضات جدوة أعتقد أن ربما رسالة الدولة الجزائرية في أرويقة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن في الاجتماع الرفيع للمستوى حول القضية الفلسطينية حملت كثير من الدلالات وضعت خارط الطريق وضعت خارط الطريق وتصور ممنهج مبني على العقلانية على الحجة على البرهان وعلى احترام السيرولة التاريخية والحقائق المادية أيضا لأنه لا يمكن اليوم أن نتحدث على تفاوض وآلة الدمار الصهيوني لا تزال تستمر بشكل وحشي بشكل همجي بأسلوب غير إنساني أبدا وأيضا لا يمكن أن نتحدث على وضع معين أو حالي ونهمل القضية ككل أو نحاول أن نجزئ القضية إذن القضية هي قضية دولة فلسطينية قضية شعب فلسطيني متمسك بأرضه بهويته بتراثه بوجوده بأرضه وعرضه وبالتالي اليوم لا بد من إذا كان في هناك إرادة دولية وإقليمية أيضا للسلام ووضع حد ربما لهذا الصراع لا بد من إيجاد حل عادر قائم على مقترحات الأممية والدولية قيام دولة فلسطين على حد سبعة وستين وفرض الرقابة الصارمة والالتزام وفرض الالتزام أيضا من الكيان الصهيوني بضرورة تطبيق ما جاء في هذه البنود والاتفاقيات وما يمكن أن يتم إقراره في إطار عملية سلام سلام كاملة وشاملة في هذا الحال ربما يمكن الحديث على على تفاوض أو الحديث على يعني على تطبيق القانون على كثير من التفاصيل يمكن الحديث عنها لكن في ظل اليوم الاستمرار استمرار هذا التعدي الصارخ على حقوق الإنسان على قواعد القانون الدولي على الإنسانية كمفهوم وكمبدأ على الحق في الحياة وغير ذلك من الحقوق المكفولة والتي ينص عليها أيضا من ثق الأمم المتحدة أعتقد أن كل هذه الطروحات هي خطاب موجه الاستهلاك خطاب إعلامي لا يقدم نتائج في الميدان لابد من أنه يعني تكون فيه قرارات عملية تطبيقية مبنية على تصور أنا قلت أنه ما قدمته الجزائر في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن هو تصور جاهز وشامل وخطة طريق لكل من أراد بجدية أنه يكون في حل لهذا الصراع وأنه أيضا لكل جهود السلام دون ذلك أعتقد أنه سيكون فيه مجرد ربما حلول ظرفية وهذه الحلول الظرفية أثبتت تجربة أنها لا تقدم أي شيء لقضايا السلم والأمن الدوليين كما أن اليوم يعني يعني لا أجد حتى المصطلح الذي يمكن أن أصف به تلك الخرافات التي يعتقد بها الأوهام والزيف والأوهام التي يعيشها الكيان الصهيوني أنه يقدر يقضي على المقاومة أو يقضي على سكان غزة حتى وإن تم اليوم فيه إبادة وحتى اليوم ربما تم القضاء على غزة كلها ستظهر غزة من جديد ويظهر أبطال ومقاومون لأن القضية قضية أرض وشعب وهوية ووجود أيضا لا يمكن اختزالها ربما لا بلغة السلاحي ولا بأي لغة كانت وهو الوضع الذي ينطبق أيضا على كثير من الأزمات أو الصراعات الإثنية الحاصلة في المنطقة العربية هناك رأينا بعض الحلول الغير منطقية وبعض القرارات وبعض المواقف التي تبنتها للأسف دول عربية لا أدري هل هو سوء تقدير أم أنه قصر نظر أو في كثير من الأحيان يعني ربما دعينا نقول أنه سوء تقدير لأن الحرب مبنية على تقدير الموقف ومبنية على كثير من التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار فأعتقد أنه من العقلانية ومن الصواب ومن المنطق أيضا اليوم أن جميع من ربما يتعاطف مع الطرح الصهيوني أن يعيد حساباته لأنها حسابات ليست منطقية وبأي لغات كانت لا يمكن أن نصل إلى نتائج إلا فيه مسار واحد نحو السلام هو قيام دولة فلسطين على حدود سبعة وستين وفق المقررات والمواثيق الأممية والدولية ووفق ما تقتضيه الشرعية الدولية طيب دعا مشاهدين الكرام وضيوف بعض الفاصل أجمع دولية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة والجزائر تدعو إلى تبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية بعض الفاصل شهدين الكرام أهلا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج خديث الجزائر في هذا الجزء كما أشرت قبل الفاصل أجمع دولية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة والجزائر أيضا تدعو إلى تبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية بروفيسور ولد خصال أعود معك إلى ما أشار إليها ضيفي عندما تكلم عن أنه مدام هناك خرب وجودية يشنها الأختلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة وإنما كل شبر من أرض فلسطين المحتلة فإنه لا يمكن أن يتراجع بنيمين نيتنياهو عن العملية الغسكرية أو جريمة الخرب التي يمارسها لليوم الغاشر بغدا الماء وفي الحقيقة لا يمكن أن يتراجع لأسباب لأنه لم يحقق كمثل ما قلنا من قبل إنجازات وإلا فإنه سيتراجع الأيام ستتحدث عن ذلك لكنه يصر على رفض أي حل هو وقع له مثل الذي خسر المعركة ويستعمل أي طريقة من أجل أن يبرهن بأنه موجود ولكن الواقع كلها تدل على أن الرجل خسر المعركة بدليل أن أقرب المقربين إلهي يناشي يدنه من أجل أن يجدون حلا لوقف القتال لكننا أعتقد أستاذ أنه فكرة توقيف القتال ستأتي مع الأيام لكن الدبلوماسية الجزائرية لا تفكر فقط في مسألة توقيف القتال بالطريقة التي كانت من قبل لأنه لا بعد غزة وقبلها ليس هو نفسها الجزائر قالت لا يجب اليوم اتخاذ حلول ترقعية أو حلول آنية ولكن يجب إيجاد حل نهائية لكالبضية ترصيلية لجملة اعتبارات منها الإنجازات الكبيرة المقاومة هذا أمر مهم جدا وأيضا حجم الدمار الذي قامت بإسرائيل ثم في كل مرة تقوم بهذا الدمار نأتي بعد ذلك إلى إعمار غزة وتعود الأمور كما كانت من قبل وهذا غير مقبول في المستقبل لذلك الجزائر من كالبضيماسيتها القوية ذكرت مجموعة من الحلول خارج طريق إن شئتي منها حل الدولتين طبعا والشيء الثاني هو إقامة مؤتمر عالمي للسلام ذكرها وزير الخارجية مؤتمر تحت مظلة هيئة المتعهيدة لأنه ستوقع مناقشة كبيرة وهذه المناقشة هو الحديث عن مستقبل الفلسطينيين هل يبقون دائما بهذا الشكل بهذه الطريقة يعانون هل دائما يكون في هذا السجن الكبير تحت طائلة إسرائيل وتطاعت هذه الدول إذن آل الأوان ولذلك طالب الجزائر مجددا أن تكون لفلسطين العضوية الكاملة في هذه المتحدة إذن أعتقد أن مسألة الوصول إلى وقف القتال أعتقد أن الأيام ستأل لجملة اعتبارات بطبيعة الحال ما هي الاعتبارات التي ستجعل من وقف إطلاق النار بعد أيام كما أشرته نقول لك من بين هذه الاعتبارات أنه العمل الإبادة التي تقوم بها إسرائيل وصلت إلى درجة قصوى شعرت جعلت العالم ككل يشعر بالخطورة الآن كل ما يأتي مسؤول ما مثل رئيس الولايات الأمريكية يقوم بخطاب ما إلا وداخل الجلسة داخل المكان يقوم من الأمريكيين من يقاطعون هذا الرئيس بمعنى أن الصوت الذي كان يتحدث دائما على أن هذا من حق الإسرائيل أن تدعف نفسها هذا الحق لم يعود له جدوى لم يعود يقنع الإنسانية ككل أصبحت الإنسانية تفقت الآن على أن هذا الأمر غير مقبول على الأقل بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال شيء الثاني أن المساعدات التي تقدم إلى إسرائيل بهذا الحجم الكبير الآن هذه في الحقيقة نتج عنها خسارة كبيرة للاقتصاد الأمريكي وانت تعرف بأن الدول الغربية وأمريكية كل تعيشوا على الاقتصاد بالدرجة الأولى من أجل اقتصاديتها تقوم بحروب هنا وهناك حتى تعيش معروفة أنها تعيش على اقتصاد الحرب ولذلك أعتقد أن هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالكاين الصيوني ومن وراء كذلك الدول الدائمة لها هذا الذي جعل هؤلاء إساسة بدأوا يتحدثون ولو باستحياء بدأوا يتحدثون بضرورة توقيف القتال وسترين بإذن الله أن الأيام القادمة سوف يكون أمر ولذلك نعتقد أن الدبلوماسية الجزائرية لها منطق كذلك كبير في التفكير هي لم تفكر فقط في توقيف القتال وبالشرط التي تحدثنا عن الدكتور سليمان ولكن أيضا ما بعد توقيف القتال يعني كيف ولذلك نعتقد أنه من الأسباب التي جعلت رئيس الكاين الصيوني يرفض فكرة التوقيف أنه يعتقد أنه خسر الكثير ولم ينجح إلا أنه أتى لنفسه ولمجتمعه العار للعالم ككل وخسر الكثير ولذلك ما الذي حققه حتى يتوقف من أجل إقامة توقيف القتال إذن يدرك هذه الحقيقة وبالتالي لا يريد أن يتوقف وكأنه يعتقد أنه سيحقق ورغم أن الخبراء من غير العرب يقولون له بأنك لن تحقق الكثير وأنك سوف تدفع الكثير من الفاتورة مع الوقت مع الزمن وما ذلك يبقى مسر لكن هذه الضغوطات وهذه الخصائر الكثيرة هي التي تجعل فنية المطاف نصل إلى وطبعا هناك سينوهات نحن لا نعرفها لكن نتوقع أنه تقع سينوهات داخل الكاين الصيوني وخارج الكاين الصيوني من دول كثيرة والانتصارات لا تكون دائما على أرض المعركة أنا ربما نقول لك بمقاربة بسيطة أن هذا أحمد الشاقير الفلسطيني الديموماسي الكبير الذي سعد الثورة الجزائرية من 52 حتى 57 قام بأعمال جبار صوري كل هذه السنوات وستطع أن يدول القضية الجزائرية ويناظر ويناقش الفرنسيين إلى درجة أن الوفد الفرنسي كم من مرات سحب من القاعة وكان يقول لهم لا تنسحبوا من هذه القاعة وإنما نسحبوا من أرض الجزائر طيب بروفيسور أخراج صار من الواضح أنه ما قبل غزة وما بعدها ليس هو نفسه هو العديد من المؤشرات تثبت اليوم ذلك لكن نتحدث اليوم عن ارتفاع الأصوات التي تطالب بمساءلة الأختلال هناك تحركات جدية على أرض الواقع الأختلال يساءل في محكمة العدل الدولية ومن المنتظر أن يتم البث حسب ما أهدنت عنه دولة جنوب إفريقيا عن القضية يوم الجمهة حتى الكيان الصهيوني أشار إلى ذلك ننتظر ما سيحمله يوم الجمهة للقضية الفلسطينية والحرب لأنه سيتم البث في هل ستتوقف الحرب أو هل ستستمر هناك اليوم كما أشرت محاولات دولية جدية في المحاكم سواء المحكمة الجنائية الدولية أو حتى محكمة العدل الدولية في لهايو هذا تطور تاريخي ومهم جدا لدولة كانت تغتبر نفسها فوق القانون ولا تساءل ولها كل الأولوية في فعل ما تريده بي الشعب الفلسطيني فعلا ربما لما نشوفه منذ السابع أكتوبر إلى غاية اليوم وربما نتفحص المشهد بكل جزئياته نجد أن 7 أكتوبر بقدر ما أيضا ربما جعل الفلسطينيين وأهل غزة يعيشون معاناة ومأساة لجرائم إبادة ارتكبت من قبل الصهينة إلا أن ما تحقق على الصعيد الاستراتيجي وما حققته المقاومة دعيني أقول المقاومة على الصعيد الاستراتيجي مقاومة كان فيه عمل على القضاء على هذا المفهوم من الناحية النظرية والناحية العملية أيضا فنشوفه أنه من 2011 لليوم كل ما صرفه وأنفقه والتواطؤات والحسابات ربما والصفقات السياسية التي تم إبرامها كلها أسقطها السابع من الأكتوبر في دلوين من الماء وفرض على الجميع أن يعيد حساباته وأن يعيد ربما مراجعة في الطرح الصهيوني اللي هو طرح زائف طرح مبني على التلفيق وعلى الأكاذيب وعلى التحايل والاحتيال وغير ذلك وهذا في حد ذاته يعتبر إنجاز لما نسمعه أن الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية وإعلانها أنها مستعدة للاعتراف بفلسطين حتى وإن كان في شكل فردي خارج الاتحاد الأوروبي فهذا أيضا مؤشر مهم يعني يعكس تطورات الأوضاع وهذا الشيء سيدفع نحو منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أعتقد أن الاستثمار في هذه المسألة وهذه التطورات كلها تدفع وتقدم وراق إضافية لصالح الفلسطينيين من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة هي أيضا كما قلت التطورات السياسية التي تعيشها الدول من انتخابات رئاسية أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مهمة جدا بالنظر إلى يعني شدة التنافسية القائمة بين الديمقراطيين والجمهوريين اليوم ربما فيه بعض المؤشرات تتحدث على على ترشح ترامت وغير ذلك فالما سأذن وهنا لما نتكلم ليس لا أتكلم على الشخص في حد ذاته بقدر ما أتكلم عن اللوبيات التي تصطف وراء شخص ترامب أو الطرح الذي يحمله ترامب أو حتى جو بايدن وإدارة جو بايدن الحالية في البيت الأبيض فإذن هذه التنافسية الأكيد أنها ستفرض نوعا في ظل ضغوط وفي ظل كما قلت حرج أصبح تعيشه كل الدول المتعاطفة مع الكيان الصهيوني ستدفعها نحو إعادة النظر وهي المسألة التي ستدفع نحو تبني خطوات أكثر جرأة وخطوات مغايرة للوضع القائم والحالي وما كان سابقا لإدارة القضية الفلسطينية وإدارة هذا الصراع بما يخدم القضية الفلسطينية لا أستبعد أن نهاية هذه الحرب ستحقق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية ستخطو خطوات إلى الأمام في إطار الصراعي مع الكيان الصهيوني وهي فرصة أيضا اليوم لما نتكلم على القوى الدول الصعيدة أو نتكلم على القوى المنافسة اليوم للإدارة الأمريكية نتكلم على الصين على روسيا نتكلم على هناك أيضا تابعات بروفيسور سليمان أغراج عذرا على ما يحدث في قطاع غزة على دول الشرق الأوسط على ما يحدث في البخر الأحمر والتابعات هناك خطورة كبيرة جدا على انفجار الوضع ومفتاح كل هذا هو الخرب على غزة وقفها يعني وقف كل ما يحدث في البخر الأحمر لأنه مرتبط به أساسا صحيح وأنه ربما كل هذه الأحداث في مجملية هتؤكد أنه لا سلام في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادي للقضية الفلسطينية سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والكيان الصهيوني أو حتى بالنسبة لكل الدول التي تستطف وراء دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخلاصة النهائية هي أنه لا سلام في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادي للقضية الفلسطينية ربما ما عاشه البحر الأحمر وما شهدته المسألة من تطورات وما فرضته من خطورة على حركة الملاحة والتجارة العالمية طيب هنا من بين الهواجل التي ترد الآن وتمكن جماغة الحوثي من إصابة عفوا سفينة حربية أمريكية اليوم بشكل مباشر والمتحدث العسكري باسم جماغة الحوثي قال سنستمر في منع الملاحة الإسرائيلية والصفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وأيضا هذا الخبر خبر إصابة سفينة أمريكية في البحر الأحمر تم نقله عن وكالة رويتس هنا نتحدث هناك تدورات كبيرة جدا على مستوى البحر الأحمر دعيني فقط أشير إلى أن المسألة وخطورة المسألة هنا على انتقلت ليس فقط في المسألة الأمنية والسياسية متعلقة اليوم بالاقتصاد واليوم تعطيل حركة الملاحة وتأثر هذه المسارات مسارات النقل في إطار التجارة العالمية هذا كله يعرض اقتصاديات الدول خاصة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للخسرة ويكلفها كثيرا إذن أنا لما قلت في بداية المدخلة أن الكيان الصهيوني أصبح عبء على الإدارة الأمريكية إدارة جو بايدن انطلاقا من منظور سياسي أمني وحتى اقتصادي وحتى ربما رأينا أنه كانت فيه ضربات بحركة التجارة والتبادل العالميين وهو ما يعكس أن استمرار الحرب على غزة سيدفع نحو أزمة عالمية خصوصا مرتبطة بقضية التموين مسألة تموين والموانئ وحركة الملاحة وغير ذلك إذن الدول والمناطق التي تدار في إطارها وعبرها حركة الملاحة العالمية ستتضرر وأعتقد أن هذا الشيء لا من صالحها ولا من صالح أي طرف باختصار بروفيسور بولد خصال هل يدرك بنيمين نتنياو خطورة ما يقوم به من حرب على قطاع غزة وما أفرزته اليوم على المستوى الدولي؟ أكيد هو يدرك ذلك ويدرك كذلك بأن هناك أخطار تحديق به شيء كبير ونبما أذكر مثال واحد على العجل أنه الآن الحاجز الخوف من الكيين الصيوني الآن بدأ يذوب بدأ يتحطب بدليل أن مكسيك ودول كثيرة الآن أصبحت ترفع دعوة قضائية في هذه المجلس القضائية الكبرى هذا كله يدل على أن فلسطين نتنياو بدأ يشعر حقيقة بأنه بدأ يخسر هذه المعركة شيئا فشيئا وأن مآله في الحق الاستسلام في نهاية المطاف أشكركم البروفيسور سليمان ولد خصال أستاذ القانون أيضا أشكر مخلق قناة الجزائر الدولية البروفيسور سليمان أعرش شكرا جزيلا وأشكر أيضا الأستاذ هيثم أبو الغزلان أمين سر الغلقات لحركة الجهاد الإسلامي كان معنا عبر السكيب ونخدم بهذا عدد اليوم من برنامج خديط الجزائر ألقاكم بار في خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة